أول ما نزل سجل هدف تعالوا أقول لكم مين بيجيت شيتش دوت اللعب الجديد في ليفربول اللي سجل الهدف الثالث النهاردة هو لعب أسباني سربي ولد في مدينة فيجو عام 2004 عمره 18 عاما ولعبة في أكاديمية سلتا فيجو ثم فريق الناشئين في سلتا فيجو في أسبانيا انتقل بيجيت شيتش إلى ناشئ ليفربول في يناير من عام 2021 ثم تدرك فيه الأعمار السنية المختلفة بليفربول على مدار العامين حتى وصل إلى فريق ليفربول تحت 21 عاما هو ده شارك صاحب الثمنتاشر عام مع الفريق الأول ليفربول في سبع مبارات مباراتين في الدولة الإنجليزية ومثلهم في كأس كرباو وثلاث مبارات في دوري أبطال أوروبا بيجيت شيتش سجل أول أهدافه مع الفريق الأول ليفربول أمام أسنو فيلا ليصبح ثالث أصغر لاعب يسجل للريدز في البريمير ليج بعمر 18 عاما وخمسة وستين يوما بعد كده في واحد تاني نزل اسمه دواغ دواغ ناشئ من ناشئ ليفربول نزل برضه أقدم يعني دقائق مميزة جدا عنده 17 سنة 17 ل 18 سنة يعني في الدينج ده تعالوا أقولوكم عمره بالزبط يلا أعرفكم عليها لعب اسكتلندي ولد في مدينة دلار عام 2005 عمره 17 عاما بدأ مسيراته الكروية مع نادي سلتك الاسكتلندي في فريق الناشئين ليفربول تعاقت مع دواغ في يوليو من العام الجاري 2022 وانضم إلى فريق تحت 18 عاما ثم تم تسعيده إلى فريق 21 عاما سريعا وبعد كده على الفريق الأول يورين كروب مدح الفرصة لدواغ لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة ديربي كونتي بكأس كراباو ولعب لمدة 16 دقيقة قبل أن يشارك لأول مرة في البريميال ليج ضد أستون فيلا بشكل عام هذا الموسم دواغ شارك مع فريق ليفربول المختلفة خلال 17 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى دي الصورة سبت بس كده دي الصورة بتاع ديورين كروب واللعب نازل مسكوا بالطريقة ديت كان بيعمل له مساج في كتافه وهو نازل بيهزر معاه يعني بيشجعه نازل يلعب جمب مين يا جماعة نازل يلعب جمب محمد صلاح نازل يلعب جمب باندايك نازل يلعب جمب فابينيو نازل يلعب جمب أليسون نازل يلعب جمب أرنولد نازل يلعب جمب أرنولد نازل يلعب جمب أتيب نازل يلعب جمب عمالكة في فريق اي الصورة هي في فريق ليفربول هل بقى يورين كروب قال أنا لو نزلت اللعيب دوت وقاستون فيلا رح يتعادل معانا الناس هتكني والنتائج وحشة بتاعت الليفر والنتائج صعبة واصل يا جماعة ليفربول الجمل الشهيرة ليفربول يا جماعة فريق كبير فالفريق الكبير ما ينفعش ياخد مخاطرة في لعيبة صغيرة لازم تاخد خبرات الاول عامل ما تلعب في الفرقة الكبيرة ليفربول يا جماعة فريق كبير فاللعيب الصغير ده ما يقدرش ينسجم بسرعة وسط اللعيبة الكبيرة ليفربول يا جماعة فريق كبير وبالتالي لو انت نزلت له العيب صغير في العمر ده وفي مباراة صعبة زي دي ممكن يتحرق عارفين الجمل جمل تشل جمل تشل وبتتناقلها أجيال بعد أجيال أجيال بعد أجيال لا 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 العيب صغير يا راجل تتحرقوا في الوقت ده من موسم لا لا لازم يخرج برا الأهلي ولا الزمالك الأول ياخد خبرة 16 سنة وبعد كده يرجع الأهلي والزمالك يبقى جاهز 16 سنة لعبه مش 16 سنة عمر يعني يقعد 16 سنة برا في بيلعب أهلي متوسطة عشان خاطر بعد كده يرجع الأهلي والزمالك لعب جاهز في يرجع الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك باقي بدا يفكره فيه وعنده 27 28 29 30 كده يعني في الرنج ده عشان يبقى لعب يستحق أنه يلعب للأهلي والزمالك أنا بكلم على الأهلي والزمالك تحديدة شو دول الأهلي الأكبر في مصر أتمنى طبعا كل الأندية تلعب لعبة صغيرة بس دول الأندية اللي بتدي لعبة لمنتخم مصر موسيقى